السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم شباب معنا النهاردة مع محاضرة رقم 11 من سلسلة كورس CCNA Routing and Switching بعنوان IP Addressing Submetting Mastery Part 5 المحاضرة النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم في الفكرة الأساسية تكنيك جديد من التكنيكس بتاعة السبنتينج هنتكلم النهاردة عن Summarization نكلم عن Summarization طويلة أو الكلمة دي طيب هنتكلم عن Summarization فقبل ما نخش في ليه إحنا بنحتاج Summarization ومعنى Summarization هنتكلم النهاردة عن بعض المفاهم الأساسية في Routing Basic Concepts of Routing Why do we need Summarization إحنا ليه بنحتاج Summarization Summarization Enhanced Techniques هناخد بعض الخطوات هناخد خطوات مسابتة نحل بيها إن شاء الله بإذن الله أي مسألة Summarization هناخد Summarization Challenges وفي الآخر قولة سناخد Challenging Test نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عشان نخش في موضوع Summarization قبل ما نخش في موضوع Routing عايز إيه أتكلم في مثال كده تخيل Samsung Samsung نزلت كام series أو كام موبايل في series الجالاكسي S هتقول لي نزلت مثلا S1 S2 S3 S4 S5 وكاة S6 وكاة S6 الـ Age الـ Age Plus طيب القصة بقى بفرض إن ده آآ ده مثلا صاحب محل بايلات فبيبيع موبايلات باقي الجالاكسي S بتاعت الـ Age Samsung فرح بيرسون A قال لي بيرسون P آآ قال له أنا عايز أشتري آآ Samsung فرح بيرسون P قال له أنا عندي S1 جالاكسي S1 جالاكسي S2 جالاكسي S3 S4 S5 S6 S6 Edge Plus طيب بأكيد بيرسون P ممكن يقول لبيرسون A أنا عندي زي ما قال كده S1 S2 S3 S4 S5 أو ممكن يقول لبيرسون A أنا عندي أي جالاكسي أنا عندي أي سامسونج جالاكسي S X حيث أن الـ X رقم بيتراوح من أول من الواحد إلى الـ 6 Edge الـ 6 Edge Plus واضح كده فدي فدي القصة إن ممكن ممكن بيرسون P يقول لبيرسون P يقول لبيرسون P بدل ما يقول له أنا عندي S1 S2 S3 S4 S5 S6 S6 Edge Plus لا هيقول له أنا معي أي مبايل S فبالتالي بيرسون A بالتبعية هيعرف أن بيرسون P معي من أول إختصر في الـ S1 إختصر في الكلام إختصر في الكلام بدل ما تقول لي أنا عندي أنا عندي نترك 1 نترك 2 نترك 3 نترك 4 لا قول لي أنا عندي address X.X.X.X.X slash Y بحيث إن الأدرس ده يقدر يعبر لي عن مجموعة النترك اللي عندك طيب إحنا قبل ما نتكلم ب يعني إيه الناس اللي مش فهمة الموضوع بقى إيه السماريزيشن إحنا بإذن الله هنبدأ إيه side by side في موضوع السماريزيشن فأول حاجة نتكلم basic concepts of routing بيقول لك إيه هنا A router by default doesn't know any network except those which it connects to يعني عندك مثلا router 1 router 1 router 1 لو جات له مثلا ده عنده إيه network 2 ودي مثلا نسميها network 1 ودي مثلا network 3 لو كنتوا فاكريين لو كنتوا فاكريين يا شباب مما احنا كنا في المحاضرات بتاعت الاوسائي موضل أما كنا بنقول لو جهاز مثلا PC عايز ييconnect أو يبعت يسند مسج إلى هنا server في LAN 3 فالPC هيبعت مثلا source IP بتاع PC destination IP destination IP بتاع بتاع السيرفر الراوتر هيستلم ال packet وهيقول أوكي أنا هبعت على مثلا عنوان السيرفر ده هقول إن هو 10.0 0.0 0 24 10.0 0 أوكي نخليها مسلا هيا ما فشي هنا زيرو ده عنوان نيتوورك ده عنوان سيرفر فمسلا أو نخلي دي عنوان نيتوورك فال راوتر 1 راوتر 2 واخد 0.1 والسيرفر ده واخد مثلا 0.2 طيب أنا عندي هنا مسلا 10 11.0 0.0 0.24 فهنا مثلا 0.1 والPC 0.2 وعندي هنا الروتر ده مسلا .1 هنا .2 طيب البيسي ده ما يجي يبعط للروتر هيحط سورس IP اللي هو 11.0.2 هيحط destination IP لانه يبعط السيربر destination IP بتاع السيربر كام اللي هو 10.0.0.2 طيب الروتر هيستنم الباكت الروتر هيقول ايه اه انا هبعط الباكت على روتر 2 شمعنا لانه هو لانه هو الروتر 1 اما بص فيه العنوان بتاع السيربر اللي هو 10.0.2.24 قال قال ان اكيد البيسي ده بالنظر الى الاي بي بتاعه وبالنظر الى السيربر بتاعه اكيد النيترك بتاعته 10.0.0.0 وروتر 1 بيقول ان 10.0.0.0 متصلة على روتر 2 طيب بص القعدة دي بقى 10.0.0.0 تتعرف 10.0.0.0 متصلة على 10.0.0.0.0 10.0.0 يعني الروتر واحد مش هيارف 10.0.0.0 يعني مكن نحط 10.0.0.0 10.0.0.0 10.0.0 10.0.0 10.0.0 حل انا قلت ايه ده انا قلت بايدفولت خلي بالكو طيب حل راوتر وانا ما استلم باكت على دستانيشن اي بي هيعرف اي راوت الباكت دي المفترض بايدفولت لأ المفترض بايدفولت ايه لأ طيب راوتنج سبيكس بور الراوتنج بتكلم عن بور the mentality of how routers tell each other what networks do they have يعني الراوتنج بتكلم عن ايه اوكي 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 ثم انا راوتر وان مش هيعرف يوصل الناتورك 3 بايدفولت دي الطبيعة الرئيسية بتاعته الا الا ان احنا بقى قدما هانتسين شبكات ان شاء الله في الراوتنج هنروح لراوتر وان ونقول له لو انت عايز توصل لا 10.0.0.0 روح على راوتر 2 واقول لراوتر 2 لو انت عايز توصل على 11.0.0.0.24 روح على راوتر وان يبقى انا كده عملت راوتنج وده اسمه static راوتنج اللي انا قلت الراوتر وان لو انت عايز توصل الناتورك دي روح على الاي بي ده وقلت الراوتر 2 لو انت عايز تروح للناتورك دي روح على الاي بي ده فده static لانا static لي انا عملت education للراوتر علمت الراوتر زي ازاي تروح ليه specific نتوركس طبعا فيه بقى انواع من الراوتنج ده static اللي احنا المثال لسنا شرحينه فيه مثال تاني اللي هو dynamic طبعا احنا مش هنخط في الموضوع ده المهم ال basic concept عندك اللي انت تعرف الراوتر بايد افلت ما لا يعلم الا النتوركس المتصل عليه باشارة تاني الراوتر بايدفولت لا يعلم الا النتوركس المتصل عليه مباشارة طب تمام طب هتسأل لي سؤال طب يا باش واندس احمد ازاي راوتر واحد ايفرود الباكت الى نتورك سري هيروح للراوتر 2 ازاي ما هو بايدفولت مش عارف هيوصل نتورك 3 ازاي اقولك ما احنا هنعلم بقى ايه هنعمل هن educate راوتر 1 راوتر 2 ازاي يوصلوا نتوركس بعد طب وقاوي قصة الروتنج تابل دي نروح على السويتش ونغير اللون بفرض ان الباكت هتبعت على ايه يا شباب بقى سورس اي بي سورس اي بي ودستينايشن اي بي سورس اي بي كان بقى هنا 11.0.0.0 طب انا ليه مدايق على نفسك كده مقاردة الله واسعة اه اه هنا هنعمل مسلا الباكت مسلا اه البي سي هيبعت على سورس اي بي يعني الباكت هتطلع من سورس اي بي الاب بتاع بي سي كان 11.0.0.0.0.2 ستلاش افع عشرين وهيروح على 10.0.0.0.2 ستلاش اربعة وعشرين تايت الروتر هيستلم هيستلم الباكت الروتر اول ما يشوف الديستينايشن اي بي هيعرف يجيب منه الديستينايشن نتورك ولا لا النيتورك اللي فيها السيرفر ولا لا تقول لي اه بالنظر الى الاي بي والصاب بمسك الروتر هيعرف يجيب النيتورك بتاعت ايه بتاعت السيرفر بان دي متين ال ٥٥٥ فے آى تنزل في عنوان النيتورك متين ال ٥٥ shell اا تنزل آآ تنزل الزيرو فى عنوان النيتورك هنا الـ zero هنا تنزل زيرو الـ典ين لان قصطها زيرو فى السابani пост تنزل زيرو و المفروض انا قديتl حاجات دي تفصلياً في محاضرات السابنيتنج طيب آآآ طيب المهم أي روتر أي روتر بيعمل بيعمل routing table routing table مثلا router 1 روتر 1 بيقول in 11.0.0.0 slash 24 إيه بقى مالها النيتروك دي لك directly أو ممكن تحط تحط C تمام يعني already connected بي دفولت علي طيب ده كلام جميل جدا هيقول router 1 خلي بالكوا ده إيه ده إيه ده روتر 1 router 1 routing table طيب ال routing table توع router 1 هيقول إيه تاني in the network 12.0.0.0 slash 24 برضو إيه ها قوله معايا هتبقى D كلام جميل D يعني إيه directly connected طيب هيقول مثلا in 10 هايقول هنا بقى إيه نرجع إيه لون الأخبر تاني هيقول intent point zero point zero point zero slash 24 s s يعني statically يعني هيعرف يوصل للنتورك لنتورك 10 point zero يعني راوتر واحد يوصل لنتورك 10 point zero point zero point zero 16 20 s يعني statically عن طريق static route static route إن أنا علمت راوتر واحد يروح لنتورك 3 أو اللي هي 10 point zero point zero point zero s بقى خلي بالك إن مثلا الرقم الانترفيس اللي هنا هقول مثلا إن الراوتر مثلا طالع منه كبل فالبورت دا كام اللي داخل في الننتورك دي fast ethernet zero s zero طيب والبورت دا fast ethernet zero s one طيب router 2 هنا fast ethernet zero s zero طيب هنا fast ethernet zero s one اللي هو اللي هنا طيب دا كلام جميل جدا فراوتر واحد هيقول إن 11 00 directly directly connected على fast ethernet zero s zero طيب هيقول إن 12 00 00 27 هتبقى directly connected على fast ethernet zero one اللي النيتورك دي طيب تكلم جميل هيقول إن s عشان يروح النيتورك s هيطلع الباكت من فين من fast ethernet zero one طيب خلي بالك إن هو هيقول عشان أوصل ل 10 0 0 0 بالبالة دي هروح إلى router 2 هروح إلى ايه router 2 دا بصوا شباب الحاجات دي هناخدها بقى في التفصيل في محاضرات الراوتنج أنا عايز أفهمك إن راوتر واحد هما يستلم الباكت هيشوف ها أول أول حاجة هيستلم الباكت تاني حاجة هيبص على destination IP تمام تالت حاجة هي extract destination network من destination IP رابع حاجة هيبص هل destination network موجود عنده في الراوتنج تيبل ولا لأ خلي بالك إن أنا قلت لك إن الراوتر لا يعلم لا يعلم إلا النيتوكس المتصل عليهم بشارة يعني المفروض دي ما تكونش إيه دي المفروض ما تكونش موجودة صح أو لا ولأ ولكن لأن أنا عملت education لراوتر 1 أنا عملت education لراوتر 1 قلت له عشان تروح ليه عشان تروح ليه عشان تروح 0 0 0 روح عن طريق router 2 وهتطلع على router 2 عن طريق فاسل يعني طلع باكت في الاتجاه ده ده كلام جميل جدا فأنا عملت إيه education لراوتر 1 فبالتالي اضافة النيتوك اللي هي 10.0.0.0 طيب فالراوتر هيبص النيتوك الموجودة أيها موجودة هيأم طلعها على مين على router 2 طيب ده كلام جميل جدا فالراوتنج باي بايزيكس أو الراوتر بايزد على إن كل الراوتنج بايزد على إن كل راوتر بيقول للراوتر التاني إياي أنا تكتب شخص 11.0.0.0 slash 24 أنا متكتب شخص إلى 12.0.0 slash 24 وهكذا كل راوتر بيقول الراوتر التاني أنا متصل بالنتويكس الKit وراوتر 2 يقول للراوتر 1 أنا متصل بالنتويكس راوتر 2 ماسلا متصل براوتر 3 راوتر 3 براوتر 2 يقول للراوتر 3 هكذا فكل الراوتر يستعرف إيه النتويكس بتاع بعضها طبعا كل ده بيتم انت كمهاندس شبكات انت وظفتك تعمل الموضوع ده لان الروترز باي ديفولت القاعدة للمرة الخمسين الروترز باي ديفولت لا او الروتر باي ديفولت لا يعلم الا النتويكس المتصلة عليه مباشرة طيب احنا كده ايه يعتبر يعتبر انا فهمتك الحاجة البيزيك اللي هفهمك بها ايه الم احسن المجتمع المتصلة لابد ان احنا يضاف it وانا احنا تضرب عميشي فراوتر 2 بيقول له راوتر 1 اوكي انا عربت النيتروكس بتاعتك راوتر 1 خليني اضفهم بالراوتنج تابل فراوتر 2 هيقول Hi viewers بيرحب بيكو بيقول لكم الناس بتفرج على الفيديو Hi viewers Pillow is my routing table المبين بتاعت دا الراوتنج تابل بتاعتي او النيتروكس اللي نقدر اوصل لها بيقول لك راوتر 2 بقى 192-181-2016 هوصل لها هروح لنيتروكي عن طريق راوتر 1 192-182-2016 29 هروح لها انطريق راوتر 1 192-182-2016 قال لك عن طريق يعني كان الراوتر 2 بيقول لك ان ال past ethernet او الport دا واصل على directly connected على النيتروك دي فدي النيتروك بي directly connected على راوتر 2 طب كذلك المفروض برضو راوتر 2 لو نعم مسلا عندي النيتروك اللي بالنص الوان لينك دي مسلا 11.0.0.0 ستلاش تلاتين لان ستلاش تلاتين دا الاي وان لينك زي ما اتفعل بقول 11.0.0.0 ستلاش تلاتين تمام عن طريق ايه مثلا دا fast ethernet 0.1 لان دا فقلنا ان دا fast ethernet 0.0 بيقول عن طريق fast ethernet 0.1 وهكذا دا برضو مثالي وارضح لك الcommunication ما بين الراوتر by basics ازاي بيحصل في الراوتنج طايل نخش بقى في قصة تعالوا بصوا بقى يا شباب عشان نفهم بقى ايه الساماريزيشن دا بيتكلم عن ايه راوتر واحد افرض انه هو directly connected على 192-182-1.0.0 202-192-2.0.0.0.20 4.0.0.5.0.0.0.0 واحد ببعت كل راوتر واحدٍ لوا متصل عليها راوتر او عشان راوتر او يااد النتوي لكس دي في ايه باوروترها بتاعته و بايبه باوروتر 2 بيقول او مي جاوش كانت تقدرش تختصر النتوي دي عشان معملش اوبرلوط على الراتنية خلي بالكوا هشباب ان الراتنية بيكون متخزن على الرم الراني الخاصة بالراوتر Üstλ فاني بكل ما الروتنج تيبل ده يكبر كل ما بعمل اوبرلود على ايه على الرام بتاعت الروتر وهعمل اوبرلود على الروتر وهستخدم CPU او استهلاك البروسيسور CPU Utilization بتاعي هيعلى باق راوتر تو بيقول لروتر 1 بعد اذنك راوتر 1 ماينفعش تختصر العناوين دي كلها اوه طب انا اختصرها ازاي يا باش مهندس احمد ايوا دي بقى قصة السامريزيشن تعالوا نفتح بس ايه قبل ما نفتح الويتشيت هنحط هنا 168.0 سلاش اربعة وعشرين اوكي هنبدأ من ايه او point zero point zero سلاش اربعة وعشرين طيب هنروح للويتشيت اوكي بيبقى انا عندي من اول ايه 168.0 اه دوت زيرو الى لحد خمسة طيب السامريزيشن بقى ايه قصته ايه بصوا يا شباب انا ممكن اممكن انا دلوقتي عندي ايه ... ... ... ... ... 0.1.0. 0 تمام وبعدين 0.1.0 وهد ل England, 0.2.0 وهدûj. one. diren.0.3.0 و بعدين 0.40.0 و بعدين باين But superpower. 0. Jorge Erky. UN dalej vyh six. الا frameworks one. six. لا معديش более 6.4.5이야. 2 Diaz point five point zero وطايد القصة هنا بقى بنائيه تمشي ازاي دلوقتي. راوتر واحد ما ينفعش لو مسلا げ engagement ايه انا دلوقتي عندي راوتر واحد. ومتصل على الراؤر 2 ما ينفعش واحد يقول لوا روتر تو روتر تو روتر تو اي حاجة بدايتها مية وتنين وتسعين مية تماما ستين دوت زيرو دوت زيرو سلاش ستاشر دي موجود عندي يعني ايه? يعني خلي بالكو انه لو لو روتر وان قال روتر تو خلي بالكو هنا روتر وان ما بيقولش روتر تو انا متصل على الانتورك مية اتنين وعة مية ستين دول زير زيرو سلاج ستاشر لا. ده بيقول راوتر تو. ضيف النتورك دي عندك في طيب اما نشوف ادي راوتر تو اي راوتر وان اوكي ادي راوتر تو راوتن تابل اي راوتر اوكي? هضيف ها عندي يعني مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين بوينت زيرو بوينت زيرو سلاش ستاشر. هنا بقى انا عايزك تفهم اللي محطوط في الراوتن تابل ده معنى ايه? اللي محطوط في الايه? في الراوتنج تابل ده معنى ايه? طيب بي سي هيروح على هيبعد باكت على راوتر تو بتاعتها مية اتنين ونتسعين مية تمانية وستين ضد واحد بوينت خمسة. واضح كده? براوتر سلاش كام سلاش ربعة عشرين براوتر براوتر تو هيقول اذا النتروك بتاعت الجهاز ده هتكون الى مش ده بتاعت الجهاز ده دي كام مية يعني عشان اجيبت ده سلاش اربعة وعشرين اه ييجي بقى راوتر تو يقول اه تعال بص هنا بقى تعال بص هنا هل 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 مية نسعين مية تمانية تمانية وتين ضد واحد دة زيرو ستلاش عربعة وعشرين موجودة هنا اه انا عايزك انا عايزكك تجاوبوا بقى راوتر تو هيقول هيرروح يبص هل النيتروك دي موجودة في الراوتي تابل بتاعتي خلي بقى لك روتر تو بيقول انها ده توسلني هيوصلني انها للعنوان ده هو ايه روتر ون و معنى السطر ده انه بيقول اي حاجة بداياتها مئة تنين ونسبة مئة تنمية تمام ستين بس لان زيرو تزيرو يعني اساس تاشر بتراح من زيرو زيرو مئة تنين الخمسة تنين الخمسة تنين متصل على روتر واحد طيب الروتر تو هيودي هنا تمام طيب هيقارن هيقارن خلي بالك هو المفروض روتر تو بيقول ان اي حاجة من اول 126268.0 الى 192168.55 متصل على ايه؟ روتر واحد ده روتر تو اللي بيقول لك كده طيب ده كلام جميل، الاي بي بتاعك بقى الاي بي بتاعك مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد بوينت زيرو يبدأ من اول بوينت وون بوينت زيرو الى مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين لانده استرى شبع وعشين بوينت وينتين خمسة وخمسين هسألك سؤال الرنج ده موجود في الرنج اللي فوق ولا لا اه ده ده رينج كبير من 005555 لكن ده رينج صغير ولكن الرينج الصغير موجود في اللي فوق ولا لأ إذن راوتر 2 هيقول أوكي ده موجود على راوتر إذن الـ IP بتاع النيتروك ده موجود على راوتر 1 فإذن راوتر 2 هيطلع الباكت إلى راوتر 1 وراوتر 1 بما أنه هو متصل بـ 1.0 هيفرود النيتروك على 1.0 أوكي طيب ده قصة انا كده عملت بالمناسبة ان انا عملت بدل ما هبعت مئة 2.0.0.0.22 راوتر 2 انا متصل بـ 1.0.0.0.26 راوتر 2 انا متصل بـ 1.0.0.0.26 راوتر 2 هيعمل المقارنة بالعملية دي فبدل ما هيضيف كان ست سطور هيضيف سطر واحد بس ولكن هنا بقى المشكلة هنا المشكلة افرد راوتر 2 متصل بـ 1.0.6.0.6 واضح كده؟ طيب فالمفترض فالمفترض ان راوتر 2 فالمفترض لو راوتر 2 جات له باكت على مسلا ديستي نيشن اي بي كزا 6.5 فهيقول ان العنوان النيتركي 6.0 واضح ولا لا فراوتر 2 هيفروض الباكت فين اه هيفروض الباكت فين تاني في باكت جاية هتروح على 12.288.6.5 المفروض راوتر 2 يبعتها تحت هنا الراوتر 3 صح ولا لا لكن لا لا اعمل نفس القصة 6.0 فالرنج بتاعها من 6.0 ل6.255 موجودة في الرنج دا ولا لا اذا الراوتر 2 هيبعت على راوتر واحد ولكن راوتر واحد ما عندوش اساسا 0.6.0 بس على 3.16 مش فليكسبل ليه لانه فهم راوتر 2 انه متصل على اي اي بي من اول يعني اي اي بي من اول 0.0 الى.255.55 عندي ولكن بالمناسبة راوتر 1 اساسا متصل من 0.0 الى كام 0.5.255 البرودكاست بتاع دي 0.255 ولكن هو مش متصل من اول 0.6.0 الى 0.255.55 واضح ولا لا اا راوتر ازاي اخلي بقى راوتر 2 راوتر 1 يقول لي راوتر 2 انا متصل في الرنج دا مش 3.16 اللي هي معناها من اول 0 الى 255 0.6.0 الى نوع الاولاني النوع الاولاني ان انا نزلت من 24 على كل نيتورك وضمتهم على نيتورك كبيرة على الى 16 دا النوع الاولاني دا اسمه فول ساماريزيشن فول ساماريزيشن واضح كده لكن في حاجة بقى اسمها بارتشل ساماريزيشن بارتشل ساماريزيشن يعني انا هعمل ساماريزيشن على الحتة بتاعتي دي بس طيب هنعمل القصة دي بقى ازاي اوه احمد رأفت بيقولك ضوّر على المتغير فين يعني ايه المتغير باشوانس احمد يعني الاوكتت اللي فيه اللي عدد التادة اللي عدد بتاعه بيزيد بيزيد اللي هو الاوكتت التالت صح حول الاوكتت التالت في كل ناتورك الى فتزيرو دي هتتحول ل00000000 تمام كده الطيب الواحد هتبقى 1000000 طب الاتنين ها مايها هتفضل تقعه هتضاف واحد بقى وهكذا. تمام؟ والثلاثة واحد واحد zero 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 بقى طيب الاربعة هتبقى zero 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 والخمسة واحد zero واحد zero 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 ؟ طيب حلوة اوي كده روتر و روتر one هيقول روتر two انا متصل على نترك بarenaكثر 200880 posible بوينت زرو بوينت زرو. انا عايزها تتراوح الى خمسة انا عايز اللي هكتبه خلي بالك ان ايه الستلاش هنا بيعرفك وده الفكرة اللي بيعرفك ان الاي بي لقصادك ده بدايته كام زيرو زيرو ونهيته كام يعني لو اربعة وشرين هيبقى بدايته ميتين خمسة وخمسين متين خمسة وخمسين واضح كده? طيب لو مسلا السبعة وعشرين يبقى بدايته آآ زيرو دوت زيرو الى زيرو دوت واحد وتلاتين وهكزا طيب عشان اجيب اللي سلاش ده بقى? آآ بيقول لك يا سيدي شوف شوف البيتس الايه المشتركة ما بين الصفر لحد الخمسة هتلاقيهم هم مشتركين في اول كامبت هنا خمسة صح ولا لقا? خمسة صح ولا لقا? يعني مسلا الاي بي ده متشابه مع الاي بي اللي تحته يعني مسلا متشابهة مع في اول ولا لقا? ايه متشابهين في اول وتاني ولا لقا? ايه متشابهين في تاني ولا لقا? ايه متشابهين في تاني ولا لقا? صح ولا لقا? انا بتكلم واحد لحد صح ولا لقا? طيب يعني هم متشابهين باول تمانية بيت وبعدهم تمانية بيت كمان? انا بتكلم مع ستة وكمان يعني كده 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 تمانية وتمانية ستاشر وكمان متشابهين بخمسة صح ولا لقا? فستاشر زائد خمسة يعني معناه ان دي كلها متشابهة من اول اه متشابهة في الرنج اللي هو سلاش واحد وعشرين طب ده كلم جميل جدا. باخر الرنج ده فين احمد رقفط بيقول لك حول السابلت ماسك الى بايناري ميتين خمسة وخمسين ميتين خمسة وخمسين هتقول لي تم انا كده محولتش بايناري لا انت مش دول ستاشر واحد اعملهم ميتين خمسة وخمسين لكن هتضيف خمسة اعملهم بابل بايناري ها خمس وحيد زيرو 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 وبعدين الاكتة الرابع بما انه كله بايناري زيرو هنعمله بزيرو طيب حلوة اوي كده الميتين خمسة وخمسين دي بفوقيها كان ميتين وتسعين الميتين خمسة وخمسين دي بفوقيها كان ميتمانية وستين الخمس وحيد دول اصادهم كان خمس تصفار صح اه لا خمس تصفار طيب التلات تصفار دول اصادهم كان اه تمام دي البيتسل متغيرة اللي احنا كنا بنقول عليها الهوست تمام كده فهتبقى هنا زيرو اتبقى هنا زيرو زيرو وده هيبقى زيرو طيب حلو عشان اجيب اخر الرنج اعمل ايه احول المسلا الاكتة الرابع كل التمانية بتاعته حاولها واحد فاي ديني ميتين خمسة وخمسين صح تمام واحول دول واحد فواحد واتنين ده واحد واتنين تلاتة واربعة يبقى ايه سبعة سبعة تمام كده طيب انا كده حولت البيتسل لقصاد الزيرو بالسبنت الى واحد فانا كده جبت اخر الرنج بتاع الايه السيجمانت دي طيب فيبقى مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين بوينت سبعة بوينت امتين خمسة وخمسين واضح كده فاذا راوتر واحد لو جيه قال راوتر تو انا متصل على مية تنين وتسعين وتمانية تمانية ستين دوت 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 ديو سلاشة واحد وعشرين كأنه بيقول له من اول زيرو بوينت زيرو الى بوينت زيرو بوينت زيرو الى بوينت سبعة بوينت متين خمسة وخمسين ولكن ولكن بمشكلة بمشكلة ان الراوتر وان متصل من اول point zero point zero. الى point خمسة point ماتين خمسة وخمسين. واضح كده مش لحد سبعة ماتين خمسة وخمسين. يعني انت عندك من اول سيكس دوت زيرو الى سبعة point six point zero الى point seven point 285 دي مش معاك. صح ولا لا? دي مش معاك. اه تضيب مشكلة. يعني انت عندك ان لو part B2 the Seaponot دي كانو بيقوله ان انا كذلك متصل bdote six point zero. وكذلك متصل point 7 من 0.0 ولكن هو مش متصل بهم فالفكرة بقى هنا هنعمل ايه هنعمل يعني هخلي مثلا روتر 1 بص بقى بص 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 دول هخليه يسامارايز دول يعني هيقول لراوتر 2 انا انا عملت سامارايز من اول كم لكام مش ده 0 في الوقت التالت وده واحد وده اتنين وده تلاتة فانا هسامارايز واحد من 0 لحد التلاتة هقول لراوتر 2 انا متصل بمية اتنين وتسعين مية تمانية وستين بوينت Zero and zero ولان دول ست صفار هجمعهم على الستاشر هدوني سلاش اتنين وعشرين وكذلك خلي بالك اما راوتر 1 يقول لراوتر 2 انا متصل بمية تنين وانية تسعين مية تمانية سلاش تنين وعشرين يعني انا كأنني بتحرك من اول point zero point zero الى point three point 255 تمام حلو وكذلك هيقول له وكذلك هيقول له انا متصل انا متصل بمية اتنين وتسعين بوينت مية مية اا تمانية وستين يعني هو هيعلن عن مية اتنين وتسعين وتسعين دوت زير زير سلاش اتنين وعشرين فكأنه بيقول الراويتر التونة متصل باي اا اي بي من زيرو زيرو لحد تلاتة دوت ميتين خمسة وخمسين او النيتروك اللي هي زيرو واحد واتنين وتلاتة اا طيب لو انت بصت كده المفروض هيعلن ايه ان انا كدلك متصل با اا اربعة بوينت زيرو سلاش اربعة وعشرين وكدلك متصل بمية اتنين وتسعين مية تمانية وستين بوينت خمسة بوينت زيرو سلاش اربعة وعشرين طيب يعني هو بدل ما هيعلن عن ستة هيعلن عن تلاتة بس عمل لاربع لاربع يعني من اول الزيرو حد التلاتة كده اربعة نتوك واعلن عن اربعة وخمسة لوحدهم. ولكن بالمناسبة ممكن اربعة وخمسة دي مع بعض. لان انت لو شفت ان انت هتلاقي هنا ان هم مشتركين في السبع دول. وكذلك ستاشر اللي هم لان اه اولهم مية تنين ونسعين مية تمام ستين. فهو ممكن يقول ان بدل ما انا متصل بمية تنين ونسعين مية تمام ستين دوت اربعة زيرو. دوت خمسة زيرو لا هقول انا مية تنين ونسعين مية تمامية وستين دوت اربعة point zero ستلاش تلاتة وعشرين. طيب اه ستلاش تلاتة وعشرين. يعني هيقول دلوقتي انا متصل لراويتر واويتر دو انا متصل بمية تنين ونسعين مية تمام ستين زيروا ستلاش تنين وعشرين. وصلت لها ازاي ان انا شفت البيتس المشتركة ما بينهم. اا فهضت سامرايز من اول زيرو للتلاتة. وكذلك الاربعة والخمسة الخامسة عمل لهم لان هم مشتركين بالبيتس دي. با اه على سلاش تلاتة وعشرين. با لو انت بص بصيت كده. اه ان انا مسلا عندي اه اه يعني مئة تنسية مئة تنسين دوت اربعة دوت زيرو سلاش تلاتة وعشرين. بانا اولي اربعة دوت زيرو واخري. كام تعالى نشوف. تعالى نشوف. طيب. انا دلوقتي عندي الاربعة معناها ان انا حاطت هنا واحد. تمام كده? فما اول واحد. واه اه لا لا نعملها نعملها لان ندلنا السابت ماسك ده غلط. ده مش تلاتة عشرين. عشان نشوف اخر اخر اه السيجمان تلاي مئة تنسية مئة تنسية مئة مئة تنسية دوت اربعة زيرو سلاش تلاتة وعشرين. اخرها كام? هي بداية دوت اربعة زيرو. انا عايز اعرف اخرها كام بقى. طيب. اه انا مفروض اه بالاكت اه بالسابت ماسك متين خمسة وخمسين. مئتين واحد 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 زيرو. وبعدين زيرو طيب. اه الا اي بي اه مئة ثمانة وستين. الاربعة. الاربعة برع زيرو. الواحد مش معايا ولا الاثنين المفروض الواحد هنا. تمام? وبعدين زيرو زيرو زيرو. 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 طيب وهنا زيرو. طيب عشان احاول. لا اه اجيب اجيب الاخر اي بي في السيجمنت او فيما معناها البرودكاست فده هخلي البيتسل بتاعت البيتسل مقابلة للزيرو البيتسل في الاي بي مقابلة زيرو بصمت ماسك خليها كلها وحيد فالوكتل الرابع هيبقى ملي كله تمن وحيد متل قمسة وخمسين وكذلك الزيرو ده هيبقى كام هيبقى واحد تمام فهيت اه الاوكتل ده كله هيتقلب الى واحد زيرو واحد بدل زيرو زيرو واحد وبعدين ماشي فالتحويل الدي هتطل الة لتبقى ماتين خمسة وخمسين حتفضل زي هما هي تحويل الدي هتبقى كام ادي واحد واربعة كام ادي خمسة اا ادي خمسة و leaves of ematine ont Hist微sfd فخلي بالك انه هو دلوقتي راوتر واحد يبقى حسب تلك ايفbits الوصف و 인�gasories اعمائة ثمائة والاتم الثانية ياثر ايجش خدنا انا بحب بسميه اللي لانا مش بختصر البلاك كله مش بعمل على ستسة التاشر لأ بعمل على تراتة عشرين واتنين عشرين وهكزا. ام فطيب فدي الانواع بتاعت هنا بمسال بقى ايه راوتر واحد بيقول راوتر تو هاي راوتر تو ايهاب مش عارب ايه كزا من اول زيرو زيرو لحد اربعة دوت ميتين خمسة وخمسين. ام بلاحظ ان هنا في المثال ده هيختصر متنين هيختصر اول اربعة نتورك زي ما زي ما احنا حلينا يبقىى عنها لان هي مش بعدها خمسة زائر المسال الي فات فكنا نعمل على ا ربعة سالسال WickSu فالفكرة في السمرزيش ان انا هنا قبل ما اعلنت عن ستة نتورك في المسال السابق كان ستت الت Nonetheless اعلنت عن طو�u هيدخلوا عن أعتمار عليها السائر الل вниз هيدخلهم في أول سؤال أها نج募 أول الصورات يتنتudge التحدث تعالى ف ASH جعلت القطيت التابع تغيير البارد زيرو. بما ان هو اخيرهم اربعة. تمام? الاربعة دي تحوليتها كام? مفروض تحوليتها واحد اه هتبقى تحوليتها زيرو عند اصاد الواحد والاتنين اصادها زيرو والاربعة اصادها واحد صح كده? فانا ايه? بدل ما هكتب تمانية لتحويل اه كل اكتب تاني لكل واحد هكتب ايه? اول اربعة بس. اه تمام? طيب. اه الواحد هنا مسلا الواحد هنا تحولته هوا. الاتنين تحولتها اهي. التلاتة تحولتها اهي. الاربعة تحولتها اهي تمام كده طيب وخلي بالك هنا بقى ايه في زيرو 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 وهنا في زيرو 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 وهنا اهو بوداء اهو طيب حلو دول مشتركين باول كامبت المبرود كل النيتوكس دي مشتركة في اول تمانية بت ده قردي معروف لان كلهم بيبتدوا بيبتدوا بيتدوا ماتنين وسبعين المتغير اللي عليه بقى ايه الجدل كله مشتركين till now الى 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 اول خمسة فانا هجمع تمانية وخمسة المفروض كام المفروض اه هيقول ان انا هعمل سمرايز على مئة نين وسبعين دوت اه دوت زيرو 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 زلاش كام سلاش تلاتاشر لان تمانية اول تمانية بت تطور ستركين باول تamanية بت في الاكتت التاني اه اول خمسة بت فلاكت التاني فخمسة وتمانية كام تلاتاشر ولكن ده برضو مش هي مش هينفع لان ده اه لان لو انا بتكلم على سلاش اه تلاتاشر. فالمفروض المفروض كأن راوتر مسلا بيقول راوتر انا متصل من اول كان بقى اه زيرو دوت زيرو. الى كام? سلاش اه تلاتاشر يعني تعالوا نشوفها. تعالوا نشوف سلاش تلاتاشر. سلاش تلاتاشر يعني انا عملت امتين خمسة وقمسين وبعدين خمسة وحيد. اهان. تمام كده? وبعدين تلاتة صفار وهنا زيرو وهنا زيرو. طيب. فالمفروض الاي بي هنا مية تنوية سبعين وهنا اه اه زيرو 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 وهنا زيرو زيرو. اوكي. وهنا وهنا وتو دي زيرو. تمام? عشان اجيب الا اخر دي. تمام? المفروض هقلب ايه? كل ما يقابل الزيرو في الساب في اه كل كل ما يقابل في الاي بي زيرو في الساب ميسكي يحول الى واحد فده يتحول الى تلات محايد. وده يبقى امتين خمسة وخمسين. وده هيبقى امتين خمسة وخمسين. اوكي? طيب الثلاثة هيدو لكلهم مع بعض كام? هما قبل اللي هو التمانية فده هيبقى ايه? كأنني بقول انا متصل من اول مية اتنين وسبعين دوت زيرو دوت زيرو الى مية اتنين وسبعين دوت سبعة دوت ميتين خمسة وخمسين متين خمسة وخمسين ولكن هو مش متصل يعني ايه? من اول سبعة من اول زيرو 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 حد سبعة ميتين خمسة وميتين خمسة وخمسين هو متصل حسب ما ما انت شايف من اول 0 0 لحد اربعة دوت نيتين خمسة وخمسين فالحل ان انا هعمل سامرايز على دول فقط هعمل سامرايز على دول فقط بصوا هعمل سامرايز على دول فقط يعني هعمل على 172 دوت 0 دوت 0 دوت 0 سلاش كام سلاش اربعة وهاعلن عن النيتر كي دي فقط لوحدها اللي هي 172 دوت 0 لأ دوت اربعة بقى هنا دوت اربعة 0.0ポイント 0 أي اختصرت ال corporate وكما هو الرجل ادي و دي ال coordinator إليه الـ فدية الحكمة لأبد فدية اقسم accountable two بيقول لك عندي 10 什么 دوت 12 دوت 00 عشر دوت 13 14 15 استاشر اه وهنا المفروض دي ستاشر اه سوايني كده قدي تناشر قدي تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر طيب ماشي نخلي دي ستاشر طيب عشان نحولها تعالوا بقى نفتح ايه الوايتشيت الوايتشيت طيب انا عندي عشرة بوينت ديرو بوينت ديرو اه لأ عشرة بوينت اه اتناشر انا بس عايز ايه الوايتشيت نتاشر مدين عشرة بوينت اتناشر في الاكد الثاني ديرو دوت ديرو تو2021 دوت تلاتاشر بعدين دوت اربعتاشر دوت خمستاشر و بعدين دوت ستاشر طيب المفروض راوتر وام متصل في متصل في نتوك السد كلها يعني المفروض الرنج بتاعه هتراوح من اول كام زيرو دوت zero الى زيرو دوت ستاشر دوت ماتين خمسة او خمسين لا 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 کیده غلط كده غلط مش كده المفروض ده كله طبعا عساش تمانية. المفروض اه من اول اتناشر point zero point zero الى point ستاشر point ماتين خمسين point ماتين خمسة وخمسين طيب اه انا عايز اعمالك بقى ايه فهحول الاكت المتغير اللي هو اللي فيه الاتناشر والتلتاشر والتلتاشر طيب. فالاتناشر الاتناشر عباره عن كام? اربعة وتمانية. فالواحد مش معايا الاتنين مش معايا الاربعة معايا التمانية معايا والستاشر بقى مش معايا ولا اتنين وتتاتين والاربعة ستين ولا ماتمانية عشرين طيب. التلتاشر اهو. والاربعتاشر اهو. اهو. زيرو واحد واحد واحد. زيرو زيرو زيرو. طبعا انا انا يعني بعملها بسهولة ليه? لان انا بجمع واحد هنا. لان اما وراء بعض. فانا ايه? التلتاشر عبارنا انا اتناشر زائد واحد. اللي هي دي? اتناشر plus one. يعني هجمع هنا ايه? one هنا. بل one نزلت هنا one. تمام? وهكده. طيب انا هجمع اه اربعتاشر عبارنا عن تلتاشر زائد واحد. بنا هجمع هنا ايه? هجمع one 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 زيرو. هيتنقل ايه? واحد الناحية التانية. واحد 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 وزيرو زيرو. واحد وزيرو واحد. هينزل هنا الواحد وهكزا. طب الخمستاشر هتبقى ها? والستاشر هتبقى كده. آآ 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 تمام. ها هم آآ مشتركين في اول كام بت? بصوا بقى زين حلة بقى ايه? حاجة سريعة بقى طريقة ايه سريعة? انا من عندي هم مثلا من اول الاتناشر الى الخمستاشر. بصوا. من اول الاتناشر الى الخمستاشر. مشتركين في دول. شايفين? مشتركين في ايه? في دول. تمام كده? يعني هتبقى عشرة. اتناشر. بوينت زيرو ستلاش كام آآ هي هي سماريز من اول اتناشر لحد خمسة لحد خمستاشر ستلاش كان بقى هم متشبهين فهم متطبقين في اول تمانية بت. وكذلك او اول تمانية بالت في الاول. وكذلك اول كان بقى ستة بت في الاكتت التاني. فهيبقى تمانية زائد ستة هيبقى كام اربعتاشر. طيب تعالوا نشوف الاربعتاشر دي المفروض. اخير يعني اولها اهي عشرة دوت عشر دوت اتناشر دوت زيرو زيرو. اخيرها فين? اخيرها فين? طيب الاربع الاربع اشعر عبارة عن ميتين خمسة وخمسين وكم واحد ستة وحاية. اه ها. زيرو زيرو. وده زيرو وده زيرو. تمام? طيب العشرة عشان تتحول اه مش هحولها مش هتحتاج. طيب الاتناشر الاتناشر زي ما احنا قلنا اه عبارة عن التمانية والاربعة. فهتبقى هنا زيرو زيرو. الثمانية والاربعة وبعدين اربعة تصفار. وبعدين هنا زيرو زيرو. طيب عشان اجيب الاخر مش يعني البرودكاست او اخر السيجمنت دي هتبقى كام? اه بحول دي هتبقى امتين خمسة وخمسين وده هتبقى امتين خمسة وخمسين. و اه بما اه وده حول دي وحايد تمام? بهيبقى هنا دي وحايد متتالية هي المفروض قبل الستاشر اه يعني هتسوي ب همستاشر يعني هتبقى عشرة بوينت خمسة وخمسين. بوينت بان وفعلا فعلا اه الاء بي ده الاي بيو السماريزيشن ده او الى اجرس دهناakkن ياه من اول الاناشر دول زيرو ل ل خمستاشر دوت ماتين خمسة وخمسين متين خمسية وخمسين يعني لحد النوت وكديد. طيب ده كلام جميل وهيعلن عن السبتاشر اللي وحدها. فهايقول انا متصل لو ت Bug 2 كادلك انا متصل بعملاى مع cohetson 6 بعدة بها وبعاكل دي ايه هتبقى لوحدها طيب ده حل 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 نيجي بقى هنا ايه للشالنجينج تست اه نشيل هنا الطايمير اون المفروض انتوا تشغلوها يعني الطايمير اون دي انت مفروض تشغلوها حاول تدرب نفسك انك تحل المسائل في اقل وقت ممكن وطبعا بقى بنصح الناس كلها انها تحل للشالنجينج تست قبل ما انا حله في الفيديو طيب نبدأ بيجان بسم الله الرحمن الرحيم ده سؤال في الامتحان الدولي تمام ده سؤال في الامتحان الدولي بيقولك انه راوتر وان متصر بنتورك مئة وسبعين دوت واحد دوت اربعة دوت زيرو ستاش خمسة عشرين واربعة دوت مئة تمانية عشرين ستاش خمسة عشرين وواحد دوت خمسة دوت زيرو ستاش اربعة عشرين ومئة اتنين وسبعين دوت واحد دوت ستة زيرو ستاش اربعة عشرين و 172.1.7 يعني خلي بالك الاكتة الاكتة اللي عليه التغير فين المفروض الاكتة التالت لان هنا اربعة وهنا خمسة وهنا ستة وهنا سبعة طيب احنا هنكتب ايه الاي بي هات دي كلها هنكتب ايه الاي بي هات دي كلها 172 نجيب بال ايه الويت شيت هنا مية اتنين وسبعين دوت كام كان دوت واحد دوت اربعة دوت زيرو سلاش خمسة وعشرين تمام السجمت تانية مت أو ناتريك التانية دوت أربعة دوت مية ٢٨ سلاش ٢٥ ٤ طيب وبعدين قالك ايه ااااا وبعدين خمسة دوت زيرو دوت خمسة دوت زيرو سلاش ٢٤ وبعدين ما هي المساعدة المتخصية التي يمكنك استخدامها على المساعدات الروتر 2 لس السيجمنت دي كأنها بتساوي مئة نوة سبعين دوت واحد دوت أربعة دوت زيرو ستلاش أربعة وعشرين ده السي آي دي آر ده المفروض هناخده في المحاضرة الجاية دي ملحوظة يعني آآ بعدها هناخدها ان شاء الله هنتكلم عنها في المحاضرة الجاية نبدأ بقى نيه نحل نحول البيتس المتغيرة فأنا عندي هنا يعني هتبر التون يعني هحاول الاربعة طيب هنحول الاربعة الزيرو واحد X four وبعدين بردو 001 0040 آه وبعدين الخمسة هتبقى 1 آه لا لأ هتبقى 01 00000 وبعدين الستة هتبقى ها هتبقى 011 0000 والسبعة هتبقى آآ واحد 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 00000 طيب آآ دول متشابهين في اول كان بت هم متشابهين في اول تمانية بت والتمانية بت اللي في الاكتل التاني يعني الابر 16 بت وكذلك متشابهين لو انت لاحزت لو انت لاحزت انهم متشابهين في ايه في دول صح ولا لا متشابهين فعلا في دول طيب يعني انا هاعلن عن 172.1.4.0 ستلاش كام ستلاش اه آآ ستلاش سبع اه لا هنا بقى هتبقى ستلاش هادي ده ستتاشر ستتاشر زائت ستة فالمفروض ستلاش 82 طيب ستلاش 22 هيديني هيدي يعني اخره كام هشوف اه هجيب 255 255.55 26.0 00 وهنا 0 طيب اه هنا انتون مينة وتون وسبعين هنا دوت واحد وهنا اربعة واحد منichtetراح ثمان يเปcies ثماني اود في واحد تقطدوى زقاق و نكتبع الرابعة. طيب. و ده هيتحول لواحد وحيد. هيتحول لسبعة. لان ده دي واحد واتنين واربعة. هيبقى سبعة واحد وهنا مية اتني وسبعين. ففعلا ده ه truth liya من اول مية مية اتنى و سعين دوت واحد دوت اربعة diesel الى مية اتنى و سعين دوت واحد دوت سبعة دوت ميتين خمسة وخمسين. فداه افضل ليا. ده افضل ليا لان هو خد اه اه اختصر كل نيتروكس دي كلها على الطلعة واحدة. يعني حتى ما ايه. ما رمليش. ما لقيتش مسلا هينتهي مسلا بتمانية دوت ميتين خمسة وخمسة 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 مسلا يعني. اوكي انا كده هقول ايه? لا ده انا مش متصل مسلا بتمانية دوت زيرو. يعني من تمانية دوت زيرو تمانية دوت خمسة وخمسة وخمسة مش معي. لا. ده هو جابه لك لحد سبعة دوت ميتين خمسة وخمسة لان فعلا. النيتوكس دي هتبقى بدايتها من اول اربعة دوت زيرو. بوينت ربعة بوينت زيرو الى بوينت سبعة بوينت ومتوفر 255 واخر السيجمانت دي اخر حاجة فيها ايه 7.255 فالده الصمت ناسك الاو انا اسف او الـ Summarized Address المثالي او الـ IDEAL معايا اه فين بقاه اه اه اهو جابهولك اهو ده سؤال يا شباب بصوا في السيسيا ده سؤال في الامتحان الدولي بسيط و سهل المهم ان انت تفهم الـ Concept بيقول لك Which address range efficiently Summarized routing table for router main فين router main يقول لك Router Main دا عنده Routing Table تمام هيحط بقى في من اول واحد وحد وحط مسلا هنا في Routing Table بتاع Router Main هيكون في ال Networks دي هنا وNetworks دي وNetworks دي وNetworks دي طيب خلي بالك ان انت لو بصيتها فهو بيقول لك افضل يعني بص هو بيقول لك افضل اي بي احطه في الراوتنج تابل بحيس يلم كل الدنيا دي ايه افضل اي بي طيب انا عندي مينة 27.16.1.0 تمام تمام وزيرو زيرو يعني قول قول ان هنا هبدأ بدي وبعدين دي تمام فيه اتنين فيه اتنين دوت زيرو لأ مفيش اتنين دوت زيرو طيب تلاتة دوت زيرو هنا اربعة دوت زيرو تمام وهنا تسعة دوت زيرو وهنا ستة دوت زيرو سبعة دوت زيرو تمانية دوت زيرو هنا اتناشر دوت زيرو وهنا تلاتةاشر دوت زيرو طيب فانا عشان احول يعني انا هلم ايه الاي بي هاد دي كلها انا هلم الاي بي هاد دي كلها اوكي طيب فهو بيقول لك اعايز الرينجل اتنين وسبعين دوت اه كان بقى دوت ستاشر مفروض دوت ستاشر بوينت زيرو بوينت زيرو تمام ومية تنين وسبعين بوينت ستاشر بوينت وا 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 هاش. اه الخمسة فعلا اه مش موجودة. ان هو بدالك انا من الستة هو ما قالكش في خمسة. طيب الخمسة دي مش موجودة فهن خلي دي ستة وهتبقى سبعة برضو سبعة دوت زيرو وتمانية دوت زيرو وتسعة دوت زيرو. التسعة دوت زيرو هي وفي عشرة دوت زيرو. وعشرة بوينت عشرة بوينت زيرو وفي بوينت اتناشر بوينت زيرو وفي بوينت تلاتتاشر بوينت زيرو. اوكي طيب اسمارايز الادرس دي ازاي? هنحول كل ايه? كل بت الى آآ بايناري. ولكن طبعا يعني يعني ايه? هنحول مثلا الزيرو هتبقى ايه? ها? تمنت صفار. تمام? والواحد. والتلاتة من اول تلاتة. والاربعة. تخيلوا بقى نفضل نحول كل دول. والخمسة. اه اه اه. يعني انا بحولهم عشان انت تحول معايا. تمام? والسبعة. اه السرعة يعني انت اه كده. اى? والة والتسعة. والاعشرة. والاربعة. يعني هنا تبقى زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو تمام والتلاتاشر تبقى هنا تمام هما متشاربين فأول كان بت دول بقى الايباد دي الليلة الحلوة دي المفروض يعني في أول أربعة في الاكتة التالت وهم متشاهدين في 16 في الاكتة الايه الرابع في الاكتة الاولاني والتاني فالمفروض هيبقى الرينج يبقى 72.0.0 16 اول 16 بيت وكذلك 4 بيت في الاكتة التالية اللي هو هنا اللي هو هنا فيبقى سلاش 20 هنه هتقول لي يا باش مهندس بس ده هيسقط معايا ايه نتركس يعني في نتركس مسلا مش متصلة ب2.0 والايه القصة دي كلها خلي بالك هنا هو بيقول لك ان راوتر خلي بالك ان هو بيقول لك هنا ان مين المين راوتر هو هيسامارايز بنفسه يعني خلي بالك ان برضو الراوتر بيعمل سامارايز من نفسه يعني حتى لو هو راوتر 1 ما بعادش سامارايز راوتر ما بعادش سامارايز راوتر فراوتر كل راوتر برضو بيسامارايز جوه الراوتنج تيبل بتاعه فهو بيقول لك ان ما هيسامارايز جوه الراوتنج تيبل بتاعته هيسامارايز كل دول على كان الافضل على 0023 طيب بيقول لك ب progresses summary address for the following من اول متى وتسوائين دوت زيرو زيرو واحد اثنين تلاتة ابصوا يو شباب انا هبدأ من اول زيرو زيرو فزيرو زيرو لل حد ثلاتة ثلاثة 5 pizzas 55 فانت هتلاقي انهم متشابهين فاول كما في اول كان تسكر المفروض عموم متشابهين فاول ستة بيتس يعني فال ressort 30 εmetros مثلا يعني من ا wondهم متشابهينandal فاول ستة بيتس اذا انت كانت لو حولت الزيرو تمام مثلا هتبقى zero zero واحد زيرو. الاتنين هتبقى زيرو واحد. التلاتة هتبقى واحد واحد. تمام? ودول البيتز الرقم يعني هما ايه? مختلفين بايه؟ باخر دو بيتز في الاكتيت التاني. ولكن متشابهين باول ستة في الاكتيت التاني في هبقى ستاةさر زائد كام زائد اااااااااااااستاشر او انا اسف تمانية زائد ستة هتبقى ستلاشة بعتاصر ف هبقى ده سمرايس بتاعي والآ اه ده برضو يقول لك انا بقى عندي من اولى اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين وهكذا فده مثلا انت علي نحل ايه السؤال ده. نحل بقى ايه القصة دي. طيب انا دلوقتي عندي هو كم? بيقول لك اه دي مية وتسعين طيب. دوت مية تمانية وستين دوت اربعة وعشرين دوت زير وقال لك دوت خمسة وعشرين دوت زيرو. دوت ستة وعشرين دوت زيرو. دوت سبعة وعشرين دوت زيرو. المفروض كل دول المفروض دي يعني هيبتدوا من اول كام? اربعة دوت زيرو لحد ايه? سبعة وعشرين دوت ماتين خمسة خمسين. فانا عايز سامرايز ادرس يحقق لي الرنج ده. تمام? لو ما حقق ليش الرنج ده هاضطر ايه? اقسم? طيب الاربعة عشرين عبارة عن كام? الاربعة عشرين مفترض انا مش هاخد المية تمانية وعشرين مش هاخد الاربعة ستين مش هاخد هاخد الستاشر. فبقى لي تمانية وهاخد التمانية. فالتمانية زادة الستاشر اربعة عشرين. وبهنا تلات صفار. طيب. الخمسة وعشرين هتبقى هيا. الستة وعشرين هتبقى اهي. دي تحولتها. السبعة وعشرين هتبقى اهي. بتحولتها برضو. فانت هتلاقيهم مشتركين باول كان بتبقى. او اي لا مش هنا مش كده مش كده امفروض كده. فاول خلي بالك في الاكتة التالت فاول كان بت هنا. فاول ستة بت مش متشابين فاول ستة بت وكدلك ستاشر بت في الاولاني والتاني. فانت اه ستاشر زائد ستة هتبقى كام? هتبقى ستلاشة اتنين وعشرين. فافضل بالنسبة لي ماتين وعشرين دوت اربعة وعشرين بوينت زيرو ستلاش كام? اتنين وعشرين. طيب. انا عشان هشوف الرينج ده اخره كام? عايز اتأكد. اجيب ميتين خمسة وخمسين. ميتين خمسة وخمسين. وستة بت. اوكي اا وهنا صفرين. والاوكتل الرابع هنعملو صفر ديسامل عادي. وهنا مئة اتنين وتسعين. مئة تمانية وستين. اربعة وعشرين. المئة تمانية وعشرين مش معايا. الربعة وعشرين مش معايا. ستاشر معايا تمانيا معايا. تلات صفار. وهنا زيرو. عشان اجيب اخر السجمة دي. البيتس بطسكي حولها الوحاية فده هتبقى مئة ال خمسة وخمسين. وده هيبقى واحد واحد واحد. تمام? فهيبقى وحاية وخمس وحاية متتالية. ادي تلاتة ودي اتنين. قبل كام النابل واثنين وتلاتين. فا اا اا. بقى المفروض اه ده هيتراوح لكام بقى. ده هيتراوح اا اا الى اا اا واحد وآ تلاتين. ده هيتراوح اول واحد وتلاتين. يعني اشان بس ايه? اه نحسب الدنيا دي. اه التمانية وستاشر اه ده الاربعة وعشرين. اوكي تمام. ماشي فهو مش هيحقق لي الايه? الساماريز ده? مش هيحقق لي الساماريزيشن ده. ولكن يعني بصوا. انا دلوقتي لو انا بصيت في عندي. اه لقيت اتنين وعشرين. طب تلاتة وعشرين تنفع? تلاتة وعشرين اه تنفع بس ايه? يعني هاخد مسلا دول لوحدهم ودولوا واحدهم فكده ععلن عن لكن هو عايز واحدة. واخدين بالكوه عايز ايه? ت containing عن واحدة. وكي? ت soortراس واحد. فمش هينفع ما لكش اتنين لو قال لك اتنين كنت تختار بقى ائسم هنا وشوف. وائسم هنا وشوف. هتلاقي هنا مسلا تصفصفت على مية تسعين ومية ستين تواجد اربعة وعشرين دوت ذيرو ستلاش تواجدين. وهنا هيبقى ستة وعشرين دوت ذيرو ستلاش بردو تلاتة وعشرين. ولكن هو عايز اي بي واحدة بس فبالتالي الافضل بالنسبالي حسب الاوبشنز اللي هو مدهالي هتكون كام هنا هتكون 24.0.22 طيب بيقول لك refer to the exhibit in this VLSM addressing scheme what summary address should be sent sent from router A هو مش ده السؤال اللي احنا كنا حالينه تقريبا اه لا ده سؤال تاني تمام طيب اه دلوقتي احنا هنعمل summary هو بقى عنده 172.16.16.16.128 في هنا 32 في هنا 32 برضو في هنا 96 في 64 طيب هم خلي بالك بقى ان هنا ايه راوتر بي مسلا بيبعت الراوتر ايه ان انا متصف بنتورك هنا ميتين و سبعين دوت 16 بوينت مية تمانية وعشرين نزيل و سلاش 18 و اه اوكي تمام اه خلي بالك خلي بالك خلي بالك ان عايز يسامرايز الاي بيس دي المعمول بالتاكت بالتاكت البينك مش الاي بيس دي الاي بيس دي تمام لان او حط على ما استفاهم على التاكت البينك ده با هو اكيد عايز يسامرايز التلات اي بيات دول طب انا اعمل لهم سامرايز ازاي اه يعني من غير من غير بقى ايه منعض يعني نحول بالبايناري انا عايزك تبص انت عندك هنا مية تمانية وعشرين وهنا تنين وثلاثين وهنا اربعة وخمسين يبقى مش الاحسن لك يعني هيبقى صعبة بالنسبة لك جدا انت تعمل الاي بيات دول ده الافضل. ده الافضل لو احنا جنا جربنا لايه نحول يعني مسلا مية تتمانية اتبانية وعشرين دي يعني هقول لكم ليه الافضل هنا نعمل مش هنعرف نعمل يعني انت عندك انت عندك هنا كام ثلاث اي بيات عايز اعمل لهم سامرايزيشن اوكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي واحد زيرو زيرو اهو والاتنين وتلاتين عشان تتحول فانت عبارة عن زيرو زيرو واحد اهو والاربعة وخمسين اربعة وخمسين يعني ميت ومش معايا اربعة ستين مش معايا اتنين وتلاتين معايا اه كده حتاج ماشي اوكي نقص اتنين وتلاتين فانا هتبقى هنا اتنين وتبقى اتنين وعشرين فالاتنين وعشرين هاخد الستاشر هيتبقى ستة والتمانية مش معايا الاربعة معايا الاتنين معايا والواحد مش معايا طيب اه فلو انا يعني عايزك تبص كده هل هتقدر انت تصامرائز دول into one segment يعني انت هتطلع one segment على نفس السلاش و هتصامرائز كل دول مش هتعرف فانت بالتالي هتصامرائز على 72.0.0.0.16 ده الحل المثالي بتاع حل المسألة دي في المحاضرة النهاردة كلمنا عن basic concepts of routing كلمنا عن الروتنج الراوتر كلا يعلم Battle ليتidy diverse إحنا بنديوك tehuter اللي هو يقول للروتر الآتاة اه نتوج متصلا ما كلا Reich او نقول لmother予ط Tuصل لภูد عن طريق الى router تمام بداء روتنج وتكلمنا وعو الجدول عن router جدول like holinguess اللي يقضر يوصل لها الاول الجدول كلمنا why do we needamation ان كل روتر هيعلن عن plug مجموة من الادرس F والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة